يصر الشيخ محمد الحسن ولد الددو على أن يأتي بكلام غير صحيح غايته في ذلك أن ينسب الأشعارية والماتريدية إلى أهل السنة فسنسمع إلى كلامه ونعلق عليه بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعض بداية أنا أرجو من الناس الذين يكتفون بشهرة الإنسان لتصحيح أقواله ألا يضيعوا وقتهم بسماع هذا الكلام الذي سأقوله سب واشتم من الآن وأخرج إلى شيء تنتفع منه بإذن الله تعالى ولكن الذي يريد معرفة الحق فليسمع إلى كلام الددو وليسمع إلى تعليقي ويعرضه على كلام السلف الصالح وينظر ويتفكر لعل الله سبحانه وتعالى يهديه إلى طريق المؤمنين الذين قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جأنم وسائة مصيرة سأبين أخطاء في كلام الددو من كلامه بنفسه في المقطع الذي نشره مؤخرا يتكلم فيه كالعادة الأشعرية والمتردية وأهل الحديث كما سماهم أو الحنابلة كما سماهم وهم أهل السنة كلهم أهل السنة طيب لماذا؟ أهل السنة هذا الإطلاق يختلفه باختلافه لأن السنة في اللغة معناه الطريقة مسلوكة والسنة في الاصطلاح تختلف باختلاف العلم الذي اطلقوا فيه فهي عند أهل الحديث ما أثير عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف وهي عند الأصوليين ما أثير عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وهي عند الفقهاء صفة الفعل الشرعي يعني هو سوء إله عن أهل السنة فراح يقول عند الفقهاء كلمة السنة معناها كذا وعند المحدثين كلمة السنة معناها كذا لماذا هذه التقديمة؟ لماذا؟ فيها نوع من إبهار الناس أنشوف كم عندي من المعلومات وفيها نوع من تضييع الحق بين تعريفات كثيرة عندما آتي إليك وأسألك عن هذا الحديث أقول لك هذا الحديث صحيح فتقول لي كلمة الصحيح عند الأطباء معناها كذا وكلمة الصحيح عند اللغويين معناها كذا وكلمة الصحيح عند ال أن سألتك عن شيء محدد إذا كنت من أهل هذا الاختصاص وهذا العلم لن تضيع ولا تحتاج إلى أن تأتيني بتعريفات أخرى فعندما أسألك عن أهل السنة هذا السؤال لا يراد فيه تعريف السنة عند الأصليين ولا عند الفقهاء ولا عند المحذفين بل يراد به سؤالك عن الذين اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لأهل الأهواي وأهل البدع واضحة لا تحتاج أن تتوه الناس معك بالإتيان بمثل هذا طيب وهي عند العقائد تطلق وإطلاقين إطلاق خاص في مقابل الشيعة فالمسلمون على القبلة النبي صنون إلى البيت الحرام فيهم شيعة وفيهم سنة يقول إن مصطلح أهل السنة يطلق إطلاقا خاصا خاصا ويراد به من خالف الشيعة لو رجعتم إلى كل من تكلم من أهل العلم بأنه يطلق إطلاق خاص وإطلاق عام تجدون أنهم يقولون هذا إطلاق عام وليس إطلاقا خاصا هو جعله إطلاقا خاصا وهذا غلط لأن الإطلاق الخاص عندما انقسم الإطلاق هذا التقسيم قال الإطلاق الخاص يراد به أتباع النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لأهل البدع أما الإطلاق العام يراد به من كانوا من المسلمين خلافا للشيعة والواقع أن هذا الإطلاق العام ليس إطلاقا صحيحا هو إطلاق العوام عوام الناس يقولون هذا ويستخدمون هذا المصطلح ولكن هل هذا إطلاق صحيح؟ يعني هل يجوز أن تطلق على أعداء أهل البيت الذين هم النواصب هل يجوز أن تطلق عليهم أهل السنة فقط لأنهم ليسوا شيعة؟ هل يجوز أن تطلق على الجهمية الذين كفرهم أهل العيد أنهم من أهل السنة فقط لأنهم مخالفين للشيعة وليسوا شيعة؟ هل يجوز أن تطلق على المعتزلة أنهم من أهل السنة فقط لأنهم ليسوا شيعة؟ هل يجوز أن تطلق على الخوارج أنهم من أهل السنة فقط لأنهم ليسوا شيعة؟ هذا الإطلاق يطلقه العوام عوام الناس وليس إطلاقا شرعيا صحيحا لأنك تنسب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ناسا يعادون أهل بيته من النواصب وناسا يكفرون بكتاب ربه وسنته عليه الصلاة والسلام وهم الجهمية وتنسب له ناسا من مذاب ومشارب مخالفة لسنته فنسبتك إياهم إلى سنته هذا لا يجرز لك طيب فلغوا السنة هنا يشمل المبتدعات والبساق والضلال الإطلاق العام هو إطلاق السنة على المتبعين للمنهج الصحيح هذا الإطلاق الخاص وليس الإطلاق العام خلطت بينهما طيب الإطلاق العام هو إطلاق السنة على المتبعين للمنهج الصحيح الأصلي الذي هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديق كل ما جاء به وإعمال العطلة فيه وهم ذلك تصديق كل ما جاء بهما تداءا هذا لا ينطبق على الإشعارية لكن أضاف إضافة ليدخل الإشعارية في هذا التعريف وهي إعمال العقل فإذا واجهه أحد بكلام الأشعارية في رد نصوص الكتاب والسنة يقول أنا قلت إعمال العقل وهم أعملوا عقولهم فاقتضت عقولهم ما يخالف هذا أو سيسمي هو الحق وجهة نظر فيقوله خالف وجهة نظرك وهؤلاء تعرف المذاعب والعقلية يا معظم المذاعب لأن ما جاء به الوحي نزل به جبريل هذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليس منها بني أحد فلا يقار ومذهب الشابي وجوب الصلاة أو مذهب مالك وجوب الزكاة هذا ليس مذهبا لأحد هذا الدين النظيم الزنبي جبريل المذاعب هي الوحي الاجتهادية الزائدة على أصل النص هذا الكلام عندما تقول وجوب الصلاة ليس مذهبا لأحد لأنه هذا هو الدين كذلك نقول علوم الله ليس مذهبا لأحد هذا هو الدين فلما خالف أناس فيه ووافق أناس أصل الدين نسب أصل الدين إلى أهل الحديث وأهل السنة وأهل الاتباع وأتباع النبي طيب سؤال هنا هو يقول وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ليس مذهبا لأحد بل هذا هو الدين الذي جاء به جبريل وحيا على محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو دين الله ليس مذهبا لأحد جيد لو جاءت فرقة لو افترضنا أن في زمان الشافعي ظهرت فرق تنكر وجوب الصلاة وتمسك الشافعي بوجوب الصلاة بناء على ما تقرر الآن في مسائل العقيدة ستقول وجوب الصلاة مذهب للشافعي وعدم وجوب الصلاة مذهب لأهل السنة الذين خالفوا الشافعي لكن لأن الأمة أجمعت على هذا فأنت قلت هذا لا ينسب لأحد لأن هذا هو الدين كذلك نحن نقول علو الله سبحانه وتعالى كون الله سبحانه وتعالى فوق عرشه هذا هو الدين هو أساسا ليس مذهبا لأحد هذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه أرسل الله سبحانه وتعالى به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الدين لكن هم لما خالفوا الدين ظننت أن مخالفة أم للدين مذهب وأن موافقت أتباع النبي للدين مذهب وساويت بينهما وهذا هو الغنب إنما تكون المسألة الجتهادية إذا كانت غير موجودة غير منصوص عليها في الكتاب والسنة فاحتاج العلماء إلى إعمال ذهنين في استخراج حكمها من بعض النصوص التي ليست صريحة في هذه المسألة فعند ذلك قد تختلف أفهامهم فتكون هذه المسألة الجتهادية لأنها لم تأتي في أصل الشرع لكن عنو الله سبحانه وتعالى الذي جاءت فيه الآيات وجاءت فيه الأحاديث إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمة على العرش استوى آمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سأل الجار أين الله قالت في السماء كل هذه نصوص في إثبات أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فإذا هذا هو الدين هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لكن هناك فرقة خالفته فالذين ثبتوا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثبتوا على هذا الدين وخلاف الذين خالفوا ليس خلافا معتبر كما أنك في الصلاة لو جاء مخالف فخلافه غير معتبر والذي ثبت على أن الصلاة واجبة ثبت على أصل الدين فالمذاهب معناها طرق للتعاون مع النصوصية جابعات تتعاون مع النصوص فلذلك لا أشكاله في تنوع المذاهب أيضا المذاهب جامعات لكن هل هذه الجامعات كلها تسلك مسلكا صحيحا هناك جامعات تسلك مسلكا صحيحا وهناك جامعات تسلك مسلكا فاسدا الجامعة العلية الجهمية تسلكم مسلكا صحيحا هذا مذهب عقدي وعندهم أصول المعتزلة هل هم يسلكون مسلكا صحيحا الشيعة الشيعة الذين تقول أنت العام لو عفوا إطلاق السنة بالمعنى الخاص أخطأت فيها فقلت الخاص هم أهل السنة وهم من يخالفون الشيعة طيب الشيعة مذهب أساسا جامعة عندهم طرق في تعامل مع النصوص فهل هم والسنة سواء فإذا سلكم مسلكا في فهم النصوص مخالف لأهل السنة كما ستبين أنت بنفسك عن أشعارية أصحابك هم سلكم مسلكا يخالف أهل السنة كما سنستخرج ذلك من كلامك فإذا سلكم مسلكا في جامعتهم هذه تخالف الطريقة التي يسلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم 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 فعند ذلك هذه لا عبرة بها سواء كانت فطهية أو عقدية لأن العقدية كثير من الناس يتوحم أن العقائد معناها الأمر الصادق من كل مقطع الذي ليس به اجتهاد ولا غلط وكله يجب على الجلي أن يدفن فيه بعيدا عن العقيدة كالفرمي إبرا لا بد أن يدخل من الجميع هذا غير صحيح العقيدة علم العلوم مثل الفقه ومن نحو مثل التصوّف يعني العقيدة علم مثل التصوّف العقيدة علم مثل النحو أن يقول الإنسان مثلا مذهب البصريين في النحو كذا ومذهب الكوفيين كذا هذا تساويه بأن يقول الإنسان إن ربه في كل مكان والآخر يقول إن الله سبحانه وتعالى فوق العر هذه مثل هذه طريقة التعامل مع نصوص الوحي أن ياتي شخص ويرد آثارا أو خلينا ما نضرب مثال بمسالة معينة لنضرب مثال أوسع على طرق التعامل عندما يتأتي طائفة وتقول إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي احتواها صحيحي لبخاري ومسلم لا تفيد علما لا يأخذ منها عقيدة لا تأخذ منها أصول العقائد والآخر يقول هذه أحاديث ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم فنأخذ عقيدة منها هذا الخلاف تساويه بخلاف النحوي واحد يقول لك الأصل بالرفع الواو والآخر يقول لك الأصل بالرفع الضم هل هذا يساوي هذا؟ هل هذا النوع من الخلاف يساوي ذلك النوع من الخلاف؟ هل هذا النوع من الخلاف يساوي الخلاف في طرق التصوف أو طرق التصريف؟ الخلاف الظاهر المعروف في مسائل العقيدة هو خلاف من هو ربنا في مسائل أخرى لكن أبرز أنواع الخلاف هو خلاف من هو ربنا يا جماعة هل يعقل أن الخلاف في خالق الخلق في العظيم الجليل سبحانه وتعالى هو كالخلاف في فاعل ومفعول؟ هو كالخلاف في الطرق الصوفية؟ أرجو أن لا أنفعل أكثر فأنا لا أحب أن أنفعل في كلامي وأحاول أن أكون هادئا لكن بعض الكلام لشدة ما فيه من غلط يستفز الأعصاب نعم عندنا في العقيدة مراتب للمسائل فليس من يخارفني في علو الله سبحانه وتعالى كمن يخارفني في اسم قد يثبت عنده في حديث وقد لا يكون ثابتا هذا الحديث عندي فالخلاف في هذه ليس كالخلاف في الأخرى لكن وجود مراتب للمسائل العقدية لا يعني أن تضع جميع المسائل التي خالف فيها أهل البدع تضعها في مرتبة الخلاف السائر فهذا غلط شنيع وتصرف غير مقبول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الله وضعت على ذلك أؤمن بالجنة استرطره بحق أم يؤمن بستة أغنق وهي بالله وملايكته وكتبه ورسله واليوم الآفن والقدر فيله وشريه إجمالا وهذا الكلام الذي قلته وجعلته من أهل الجنة ينطبق على الرافضة وينطبق على الجهمية وينطبق على القبورية بل يزد على ذلك ينطبق حتى على القديانية فالكلام فاسد لكن لدينا تخصصات كثيرة من التخصص العقدي ولذلك المذاهب العفدية منها ابتداء ما كان فيه تكذيب لله الآن سيتكلم عن أن المذاهب العقدية منها ما فيه ابتداء مما كان فيه تكذيب لله إذن يكذبون الله سبحانه وتعالى هم مذهب عقدي مبتدع وليس كافر المقطع السابق هو يقول أننا لا نستطيع أن نحكم على فرقة معينة بأنها كافرة ولا بأنها مبتدعة أنا ماذا يقول؟ يقول بعض المذاهب العقدية فيها ابتداء فيها ابتداء لشيء يخفف المسألة من هذا الابتداء الذي فيها ابتداء أنهم يكذبون الله سبحانه وتعالى اسمع من جديد لكن لدينا تخصصات كثيرة من التخصص العقدي ولذلك المذاهب العقدية منها ابتداء ما كان فيه تكذيب لله تكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم اتخاذ مصادر من التلقي لتلقي النمو غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا مهم أنه يبتدع ويسمع لها للأوال وأنه يكفروا ما كان منهم يؤدي كل الأكار السابقة يعني اترك هذا الذي قلته لك مهم لأنه سيرجع عليه الذي يكذب الله ورسوله كما ذكرت قبل قليل لا تكفره يكذب الله وأن تقول فيها ابتداء من يكذب الله ويكذب رسوله هذا لا تكفره إذن ماذا أبقيت؟ يؤمن من الأركان الستة ويقيم الأركان الخمسة هذا لا نكفره إلا إذا وقع منه شخص يتكفره وحكب عليه القاضي به بذاته طيب تكذيب الله ورسوله كمبنى عقدي كمبنى فرقة أو طائفة تقول لا نحكم عليها وإنما لا بد أن نحكم على الشخص بعينه نرجع لما قلت لكم إنه مهم اتخاذ مصادر للتلقي لتلقي العلم غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم المبتدع هم الذين اتخذوا مصادر للتلقي غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله طيب الأشعرية الذين أدخلتهم في أهل السنة أصل مصادرهم العقدية هو العقل فهذا شيخ الأزهر الأشعري يقول لك دائما نحن نضع العقل أولا يقدمون العقل على النقل وطبعا هذا الكلام موجود عند الرازي وعند الغزالي وعند مشايخهم الكبار لكن أتيت لك بهذا لأنه سهل وصول إليه أسرع من أن آتي بصور من الكتب فهم اتخذوا مصدرا تشريعيا في صفات الله سبحانه وتعالى في أصول العقائد غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بل ردوا به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهم بلاء على تقريرك هذا مبتدع لكنك لا تريد الاعتراف بذلك ثم غيره أهل السنة وهل السنة ملاعب كثيرة فهو بعد أن ذكر المبتدع الذين يردون الكتاب والسنة أو يتخذون مصادر غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقول غيرهم هم أهل السنة طيب هذا الذي نقوله الآن هؤلاء الذين جعلوا العقل مصدرا في معرفة الله سبحانه وتعالى قدموه على النقل هؤلاء خالفوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بل عندهم تكذيب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا غيرهم هم أهل السنة هؤلاء لا يصوفون بأنهم من أهل السنة أكثر رعا يعود إلى أربعة وضعف منهب الأول منهب السلف الأولين النذير لم يكن لديهم والتحدي الذي لدينا الآن شوف يقول السلف الأولين لم يكن عندهم تحدي موجود عندنا الآن ليبرر مخالفة السلف بأن عندنا شيء لم يكن عندهم وهذا غير صحيح كما سنذكره ونبين عدم صحته عندما يذكر هذا التحدي الذي يزعم الصحابة والدامعون وأتباعهم فإن هذا وبذل ما آمنتم به وقد اهتدوا كانوا يعرفون أنه أجابي رسول الله سنة الله سنة والصدقه كله وحقه كله فإبناه وإن من أفهمه لا نكلفه عنه السلام عليهم فيه كنه أكار وإضاء من الناطقين بالعربية فلا يحتاجون إلى تعندهم عن الواعي لمعرفوعا وعن المحول به نصورا وعن المضافة إليه وجرور ولذلك يفهمون الكلام العربي على وجه السنق ألم نسمع أحدا استشكلا على الدبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال ليس كمثيه شيء ولو هو السميع البصير يقول وكيف ينفي المشابعة ومع ذلك يثبت السبع هو يقول إنهم كانوا من الناطقين بالعربية فلا يشكل عليهم أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب كذا ثم بنى على هذا أنهم لما سمعوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ما وجدوا فيها تعارض ما علاقة هذا بالفاعل المرفوع وبالمفعول به المنصوب وبالمجرور المكسور ما علاقة هذا بهذا يعني الآن يتي لأي إنسان لم يدرس العربية قط من عجائز المسلمين وقل لها الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تحتاج إلى القواعد النحوية لفهم هذه العبارة؟ لن تحتاجها وإنما يحتاجون فقط إلى أخذ بهذه العبارة وتصديقها سميع وسمعه ليس كسمع الأشياء وبصره ليس كبصر الأشياء ليس كمثله شيء هذه تحتاج إلى قواعد نحوية منصوب ومجرور ومرفوع لا علاقة لها بهذا إنما تحتاج إلى فهم معاني هذه المفردات والإيمان بها فقط هذا ما جاء إن لا بعد أتباع التابعين عندما جاء المعتزلة بأوافر أتباع التابعين وقالوا القديم لا يتعدد وهو لا تدون الصباح الذين قالوا هذا القول الذين قالوا هذا القول وابتدعوا هذه البدعة أشكلت عليهم هذه المسائل من ناحية أنهم لا يعرفون المرفوع والمنصوب والمجرور أم من ناحية أنهم أخذوا بقواعد الفلاسفة أخذوا بقواعد أرسطو وطبقوها على القرآن فلما ما وافقت من وجهة نظرهم القرآن الكريم بدأوا بابتداع أشياء ترد ما جاء في القرآن الكريم فما علاقة الفتحة والكسرة والضمة عندما جاء المعتزلة بأواقل أتباع التابعين وقالوا القديم لا يتعدد وهو لا تدون الصباح وإن كرصفات إذن بدعتهم جاءت من شبهة التعدد وليست من شبهات نحوية فقط أبين لك ذلك وأكرر لي تعرف أن هذه التقريرات يقرر تقريرا ثم يبني عليه مسألة لا تتعلق به طيب لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما قال أحد هذا ولا سأل عنه هذا المذهب الأول ومذهب السكوت لماذا لم يقولوا هذا الكلام؟ لأنهم باختصار ما أخذوا دينهم من أرسطو بس ولأنهم آمنوا بالقرآن الكريم وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم أما هؤلاء فأخذوا دينهم من أرسطو وخالف القرآن الكريم هذه هي القضية وهذه ستأتينا بعد قليل عن الأشاعر لأن شبهات الأشاعر هي هي بعينها شبهات المعتزلة نعم الإيمان بها وتصديقها كما قال الإمام أحمد بن حبل تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى لا تبحث في أي شيء اقرأها كما هي وآمن بها وصدق نقرأها كما هي ونؤمن بها إذن نحن نفهمها ولسنا لا نفهمها كما يزعم الزاعمون تفسيرها قراءتها إذن قراءتها كافية لفهم معناها هكذا قال الإمام أحمد وهكذا ما عليه السلف رضي الله عنه فمن الذي خالف أحمد رحمة الله عليه هذا الكلام الذي قاله أحمد وانتبه إليه لأننا سنحتاج بعد قليل هذا الكلام الذي قاله أحمد قاله علماء قبل الإمام أحمد ومع الإمام أحمد وبعد الإمام أحمد طيب وهذا الذي عندما سئل مالك عن الاستواء قيل له ما معنى الرحمن وعلى العرش استوى قال الاستواء معلوم سئل كيف استوى وليس ما معنى الذي سأل سأله كيف استوى ولم يسألوا ما معنى الرحمن على العرش استوى هذا غير صحيح فلو فتحنا صحيح البخاري رحمة الله عليه قال باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع أبو العالية تابعي والبخاري من السلف فهو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص فالبخاري من السلف أبو العالية من السلف قال استوى ارتفع فكان يثبت معناها باللغة العربية قال وقال مجاهد ومجاهد من السلف من التابعين تلميذ بن عباس تلميذ بن عمر وقال مجاهد استوى على العرش فهؤلاء السلف رضي الله عنه كانوا يثبتون معاني هذه الكلمات كانوا يثبتون معاني هذه الآيات ويسطرونها في كتبه ألم تقرأ صحيح البخاري أنت قرأته وبعض الناس يزعون أنك تحفظه فكيف قاب عنك هذا أم تريد أن تغيبه عن الناس وتقول إن السلف كان مذهبهم السكوت هذا سكوت؟ هذا تبيين لها بالعربية وإثبات للمعنى واضح له طيب لكن بعده وقع أهل السنة في مشكلة أهل السنة لم يقعوا في مشكلة المشكل وقع فيه أهل البدع أهل السنة ما وقعوا في المشكلة وهو أن الناس في ذلك الوقت كانوا جميعا أو نظل بيساحة منهم يفهمون القرآن على وجه السلقة لأنه ماللسان العربي فدخل الناس في دين الله أفواد أن دخل الفرس والترك والروم والأنواع الثلائف والأذارقة في دين الله والرسول مرسلون إليهم جميعا والقرآن ملزلون إليهم جميعا فلا يمكن إذا سأل الإسائل إفريقي أو باريسي أو تركي قال الإمامنا الرحمن وعلي العشي استواء سيقول كذبت أنا ليس معلومة عندي هذا القرآن ليس الغازل هذا كلام الله فلذلك افترفوا أن يرسلنا باستعادا لتجدد المشكلة والاستهاد هو حرم لمشكلة التجدد هذه ليست مشكلة أولا هذه ليست مشكلة ثانيا هذه ليست جديدة الفرس دخلوا في الإسلام منذ عهد عمر رضي الله عنهم والقبط كذلك دخلوا في عهد عمر رضي الله عنهم معلومات بسيطة ولا تخفى عليه لكن هو يريد أن لا يذكرها لماذا؟ لأنه إذا قال إن هذه المسألة دخول غير العرب في الإسلام كان قديما منذ زمن عمر رضي الله عنه إذن في زمن الصحابة والتابعين فإذن هذه ليست مشكلة جديدة لكن هو يريد أن يقول إنها مشكلة جديدة لكي يقول إن أبا الحسن الأشعري لما جاء ببدعة هو كان يحل مشكلة وما جاء ببدعة لكنه لو اعترف أن دخول الناس أفواجا في الإسلام من غير العربي دخلوا في الإسلام في زمن الصحابة والتابعين إذن هذه ليست مشكلة وهذه ليست جديدة بل من المشاعر الذي يظن جميع الذين يستمعون إليك الآن والذين يستمعون إلي يعرفونهم أبو حنيفة ما اسمه؟ النعمان ابن ثابت بن زوطة من أين جاء اسم زوطة؟ فارسي متى ولد أبو حنيفة؟ عام ثمانين للهجرة ومات عام مئة وخمسين فهذا الواقع الذي سميته مشكلة دخول الفرس في الإسلام كان قديما وأبو حنيفة بنفسه وهو فارسي ما قال لقومي يلا خلينا انحرف الآيات في علو الله سبحانه وتعالى لأنكم لا تعرفون ما نستو بل قال من قال لا أدري الله في السماء أم في الأرض كفر كما في الفقه الأكبر له فدخول الأعاجم في الإسلام لم يكن مشكلة وليست مسالة جديدة والغنط الثاني في هذا الكلام أن الذين حرفوا هذه الصفات أو حرفوا هذه الآيات والأحاديث هم أساسا ما قالوا نحن سنحرفها لأنها يعني لأن عندنا مشكلة دخول الناس الأعاجم في الإسلام ما قالوا هذا يا أخي فإن كنت تزعم أن هذا هو الواقع أخرج من كتبهم أنهم قالوا ذلك إنما هم تدعوا هذه البدع لمخالفة القرآن لقواعد أرستو ولشبهة تعدد القدماء التي ذكرتها أنت في كلامك هذه الشبهة التي كانت عند الجانب بن صفوان والجانب بن صفوان ما كان عربيا وما قال إنه سيحرف القرآن لأنه عربي بل حرفه لأنه التبست عليه مسألة فقال إذا كان عندنا الله وكان عندنا صفة العلم وهي صفة الله سبحانه وتعالى هذا معنى كلامه ليس نص كلام كان عندنا الله وعندنا صفة العلم وعندنا صفة القدرة إذن عندنا ثلاثة من الآلهة فلهذا نفى الصفات عن الله سبحانه وتعالى والأشعري يتبعوه بنفس طريقة التفكير هذه فظنوا أننا إذا أثبتنا الله وأثبتنا له اليد وأثبتنا له العين وأثبتنا له الساق فهؤلاء يصاروا أربعة آرئة العين إلى والساق إلى واليد إلى والله إله فهذا الذي التبس عليهم فالموضوع ليس له علاقة بالأعاج الموضوع له علاقة بالفلاسفة متفلسفة فهذا الذي يقوله والله العظيم تلبيس الله يهديه الله يهديك لا هي فعليا فيها إشكال كبير عندهم الجهمية ينكرونها من حيث أنهم لا يقولون إن الله له سمع وليس له بصر فهذا الإشكال وقع فيه الجهمية وقع فيه المعتزلة وقع فيه الإباضية ومعتزلة وقع فيه الروافض والأشعرية كذلك عندهم إشكال كبير في هذه المسألة فإذا سألتهم هل صفة السمع تتعلق بالمسموعات وصفة البصر تتعلق بالمبصرات فسيتخبطون في جوابهم فهم عندهم إشكال في إثباتي أن صفة السمع هي صفة لله سبحانه وتعالى متعلقة بالمسموعات وله صفة أخرى خلاف هذه الصفاية صفة البصر المتعلقة بالمبصرات إذا ما كنت تعرف هذه الإشكالات فلا يجوز لك أن تتكلم في هذه المسألة العقدية وإن كنت تعرف هذه الإشكالات وقلت هذا فأنت تتعمد أن تقول كلام تعلم أنه ليس صحيحاً قلنا إنهم يمارون فيها كيف لا يدرك العقل أنه صفة؟ أي عقل هذا الذي لا يدرك أن الوجه صفة؟ فإذا قلت لأي عاقل عن شيء من الأشياء صفه لي وكان لهذا الشيء وجه فإنه سيقول وجهه كذا وكذا فهو مدرك أن الوجه هذا من صفاته قولك لا يجوز أن نقول إنها لغز فنهمرها أنت الآن أبطلت قول المفوض ولكنك لن تلتزم بما قلته فعلاً هي ليست لغز كلمة عربية واضح وجه يد عين طيب جاء الأعجمي وقال أنا لا أفهم هذه الكلمات فنقول له هاند آي فيس بكل بساطة فالذين أنكروها ما أنكروها من حيث ترجمتها إلى لغة أخرى أنكروها من حيث أنهم إذا أثبتوها بنفسها صار عندهم الشبهة التي ذكرناها قبل قليل لا بد أن يكون لنا حل نقديمه للناس هي ليست مشكلة حتى تحتاج إلى حل الذين جعلوا منها مشكلة وهم الذين أخذوا بقوانين أرصدوا هذا الحل نختلف فيها لسنة منهم طور قالوا لحظة هو يقول اختلف فيه أهل السنة من الذين اختلفوا سنسمع ونرح هل تستطيع أن تأتي بعالم في زمان أحمد أو قبل زمان أحمد خالف الإمام في هذا بل كلهم عثم لعلى فكرة هو يستطيع لكن لا يستطيع أن يقول لا يستطيع أن يقول اسمه تعرف لماذا؟ لأن الذين خالفوا في هذا هم بشر المريسي ابن أبي دؤاد هشام الفواطي وهذه الطبقة من زندقة الناس فهو لا يستطيع ذكر اسمه ولا يستطيع ذكر أنهم هم سلف الأشعارية في خلافهم لمذهب السلف خذ معي هذا قول الإمام مالك رضي الله عنه يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان الإمام مالك الذي توفي عام 179 هو من أتباع الإمام أحمد الذي توفي عام 141 هذا حماد بن زيد أيضا متوفى عام 179 للهجرة يقول مثل الجهمية مثل رجل قيل له أفي دارك نخلة؟ قال نعم قيل فلها خوص قال لا فلها سعف قال لا فلها كارب قال لا فلها جذع قال لا فلها أصل قال لا قيل فلا نخلت لك هؤلاء الجهمية قيل لهم لكم رب قالوا نعم قيل يتكلم قالوا لا قيل فله يد قالوا لا قيل فله قدم قالوا لا قيل فله إصبع قالوا لا قيل فيرضى ويغضب قالوا لا قيل فلا رب لكم هذه العقادة الجهمية عقيدة من هي هي عقيدة الأشعار هي هي التي يعتقدها الجوين والغزال والراز والنووي وكل الأشعارية هي بعينها حماد بن زيد 179 للهجرة ووفي هل هو تابع لأحمد بن حنبل في هذه المسألة إما أنك لا تعرف وتتكلم في مسألة لم تدرسها أو أنك درستها وهنا سيكون الأمر شنهي عنه إذا قلت خلافة ما سعلم وهنا في عقيدة الشافعية رضي الله عنه يقول إخبار الله إيانا طبعا في عقيدة لن أقرأها كلها إخبار الله إيانا أنه سميع وأن له يدين سميع له يدين ما قال والله هذه الصفة وهذه ما أعرف هيش هي سميع وله يدين بقوله بل يداه موسطة وأن له يمينا وأن له وجها وماذا يفعل هو يصف الله بأنه له عين وبأنه سميع وبأن له وجه هو وصف الله بذلك الشافعي كان يتبع أحمد بن حنبل الشافعي من الحنابلة باتتقول ونظف في عقادة علمة الشافعية يا رجل أبو بكر بن فزيمة الذي له كتاب التوحيد في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى من علمة الشافعية حنبلين وقبله الرازيان طبعا أبو زرع وأبو حاتم الرازيان وبعده أبو عثمان الصابوني أن لا لك أي علمة الشافعية هؤلاء وعلماء الشافعية صاروا الآن حنابلة أنت تعرف لماذا يقول هذا الكلام ولماذا يريد أن ينسب السنة التي هي دين الله هذا دين الله هذا الذي أنزل الله سبحانه وتعالى يريد أن ينسبه لأحمد بن حنبل هو ليست القضية أحمد ولا غير أحمد القضية أنه يريد أن ينسب دين الله لشخصية بعينها ليقوله أنتم تتبعون شخصا اللي هو أحمد والأشعرية يتبعون شخصا اللي هو أبو الحسن الأشعر أنت تابع لشخص وتأخذ برأي شخص وأم يأخذون برأي شخص أنت وهم سوا لكن على التقرير والتقعيد الذي بدأناه أن هذا هو دين الله الذي أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه وهذا الذي كان عليه الصحابة والتابعون ونجم في زمان التابعين الجهم بن صفوان ونجم بعد ذلك المعتزلة وتبعهم على هذه البتعة الأشعرية وكلهم كانوا يضمونهم لكن هل هو يستطيع أن يذكر ذلك لا يستطيع اسمع ماذا سيقول يقول للوجب صفة لله والعيض صفة لله واليدال صفة لله والقدر صفة لله والساق صفة لله على ما يليق بجلاله لا نشفعه بثلطه ولا تقتضي تجسيما ولا تبعيضا بجلال الله عن ذلك يصمات هذا اجتهاد منه جاء أبو الحسن اجتهاد منه عرفت؟ أرأيت هذا الذي قلته لك أنه يريد أن يجعل هذا رأي اجتهاد رأي لواحد فاختصر لك السنة بشخص ليقول لك هذا رأي الشخص أنت كيف تعتقد أن هذا الرأي الذي قاله شخص هو السنة وهو الدين جاء أبو الحسن عليهم إسرعين ليش عني؟ وهو النيفة الشام أتى باجتهاد جديد فيريد أن يساوي دين الله سبحانه وتعالى الذي جعله الرأي الشخص ببدعة الجهمية والمعتزلة الذين تبعهم عليها أبو الحسن أبو الحسن ما جاء باجتهاد جديد جاء ببدعة المعتزلة وقدمها لنا بس مع بعض التعديلات عليها هذا الاجتهاد قال هذه النصوص نحملها على ما يشبهها ويبترقوا منها بما هو عقول لابا الصحابة فعلوا فأم سنمت وعبد الله المعباس لما سئل عن المعية العامة أولاها بالعلم والإحاطة القول في آية وهو معكم أينما كنتم هو قول جميع أهل الإسلام يعني الذي خالف فيه كافر أن الله سبحانه وتعالى معنا يسمع ويرى إني معكما أسمع وأرى وليس أنه هو في المماكن التي نحن فيها لأنه هو أثبت لنفسه أنه على العرش سبحانه وتعالى كما قال مالك وقرأنا الله في السماء وعلمه في كل مكان لكن عندما يقول المسلمون هذا الكلام هل هذا مسوغ لشخص يأتي ويخالف المسلمين فيما قالوه في عين الله ووجه الله ويد الله فيقول لا لأنكم قلتم كلاما معينا في آية أخرى ويخالفهم في مثل هذا فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة وأجب على كل محتلم فقال جمهور أهل العلم إن غسل الجمعة مستحب وليس واجبا لم يخالفوا نص النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هم جمعوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فاستخلصوا هذا الحكم وقالوا إن قوله واجب ليس بمعنى كلمة الواجب التي نستخدمها في الفاظنا الفقهية فهل يجوز لأحد الآن أن يقول طالما أن أهل العلم قالوا إن غسل الجمعة مستحبا وليس واجبا فلي أنا أن أقول إن الصلاة مستحبة وليست واجبة هذا لا يجوز له ويكون قد خالف المسلمين فكذلك هذا الذي تقول إن أبو الحسن قاله خالف المسلمين في مسائل لم يختلفوا فيها بل كانوا يقولونها ويضمون الجامية التي كانت تخالفهم فيها قال أبو الحسن من الفرق بين هذه وبين غيرها بما أشكل كلهم من عند ربنا فنحن أعطانا الله وعقول مع أبو الأول أن وجه أنه الذات وأن العين الوصر وأن يب القوة وعاكل هذا هذا يضع الاجتهاد جاء وصول ما تريد هو أيضا من أئمة للسنة من الحنبية ورأى اجتهاد آخر حل آخر وهذا الحن يسترق فيه مع أبو الحسن في أقول أنه هو ماذا بالتبويض مثلا قال أنت بنفسك قلت قبل قليل هذه الآيات ليست الغازة وهذا القول يفضي إلى أن هذه الآيات الغاز الله فقط هو الذي يعلم معانيها فناقضت قولك الذي أسست عليه قبل قليل فيا إخوة بارك الله فيكم اتبعوا ولا تبتدعوا اتبعوا سبيل أهل السنة ارجعوا إلى كتب أهل السنة لا ترجعوا إلى قولي أنا أقول لكم ارجعوا إلى كتب السلف ارجعوا إلى عقيدة السلف ارجعوا إلى ما قاله السلف الصالح لأن الذي قاله السلف الصالح هو تفسير الكتاب والسنة حقا في مسألة مهمة الددو قال إن هذا اجتهاد أحمد بن حنبل ثم جاء أبو الحسن الأشعري فقال اجتهادا آخر ولم يعترف أن أبو الحسن الأشعري التبع المعتزلة لم يعترف بذلك فسنأخذ بكلامي أحمد بن حنبل قال كلاما متى توفي أحمد بن حنبل 241 للهجرة أبو الحسن الأشعري متى ولد 260 للهجرة يعني بعد وفاة الإمام أحمد 20 سنة في عصر الإمام أحمد من الذي خالفه؟ لا أحد في العشرين سنة بعد وفاة الإمام أحمد من الذي خالف الإمام أحمد في هذا؟ ما ذكر لنا أحدا أبو الحسن الأشعري ريثما صار رجلا وصار يتكلم في الدين خليها يا أخي عشرين سنة في العشرين سنة هذه من الذي خالف الإمام أحمد؟ لا أحد لم يذكر لنا الدد أحدا فهذا القول الذي قاله الإمام أحمد وتوافق الناس عليه في حياة الإمام أحمد وبعدما مات الإمام أحمد حتى صار ابن الأشعري رجلا هل يجوز البن الأشعري أن يخالف فيه؟ لا يجوز لأنه خالف يجمع الأمة الأمة أجمعت على الرضا والقبول بقول الإمام أحمد وإلا فأتنا بمن خالفه إذا أردت أن تأتي ستأتي بمعتزلة وعند ذلك تفضح هذه الأقوال التي تقولها ويفضح هذا التلبيس الذي لبس به على الناس ويفضح الأمر أن الأشعرية هم سليل المعتزلة الذين خالفوا الإمام أحمد والذين قال فيهم الإمام أحمد وأئمة أهل السنة الأقوال التي تجدونها في الكتب أن لا أقول لكم ارجعوا لقولي أبدا لا أقول لكم يا إخوة إلا أحذروا ممن يأتيكم بقول جديد محدث ممن يدعو إلى البدع ممن يدعو إلى المخالفة كما هو حال الأشعري الذي خالف عقيدة وإيمان أمة محمد صلى الله عليه وسلم ودعا إلى خلافها وتاب في آخر حياته رحمة الله عليه فعندما تروج لك البدع بهذه الطرق عليك أن تحذر وعليك أن تعتصم بالحبل المتيل بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بفهمي فلان وعلان والمبتدع الذي خالف سلفه وكذا لا بل بفهم السلف الصالح كتب السلف موجودة أقوال السلف منقولة ارجع إليها لا ترجع لي لا ترجع للددو لا ترجع لي أبي الحسن لا ترجع لي أحد ارجع للسلف أنفسي وعذر على الإطالة لكن لعل فيها إفادة والسلام عليكم